شارك وزير الخارجية محمد الحضرمي في النسخة السادسة والخمسين من مؤتمر ميونخ للأمن المنعقد في مدينة ميونخ الألمانية ويناقش المشاركون من قادة ووزراء الخارجية والدفاع على مدى ثلاثة أيام عددا من القضايا والتحديات الدولية الراهنة منها الهوية الأوروبية والأخطار التي تواجه القارة والتهديدات المحتقة بالسلم الدولي والأزمات الساخنة في العالم والتحديات الأمنية المستقبلية وتغير موازين القوة بالعالم فضلا عن آثار تغير المناخ وتقاطعات التقدم التجاري والتكنولوجي مع الأمن الدولي ومن المقرر أن يتحدث الوزير الحضرمي في عدد من حلقات النقاش ويشارك في بعض الفعاليات على هامش المؤتمر ويلتقي عددا من نضرائه وزراء الخارجية في الدول الشقيقة والصديقة للتنسيق والتشاور حول القضايا التي تهم بلادنا والمنطقة وخاصة الأوضاع السياسية وعملية السلام في بلادنا بعد التصعيد الأخير من قبل الميليشيا الحوثية ومطلتها في تنفيذ اتفاق ستوكهولم وأيضا اتفاق الرياض وأسباب التأخير في تنفيذ بنوده وسيشارك في المؤتمر أكثر من 500 من صانع القرار الدوليين رفيعي المستوى وأبرزهم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء الكندي جوستين ترودو والرئيس الألماني فرانك فالترشتاين ماير الذي سيفتتح المؤتمر إضافة إلى رؤساء حكومات ووزراء الخارجية والدفاع لعدد كبير من الدول وممثلين عن الاقتصاد ومنظمات دولية الجديد ذكره أن مؤتمر ميونخ للأمن يعد منصة عالمية يتم خلالها بحث القضايا الأمنية ويمنح الفاعلين السياسيين فرصة للتواصل عن قرب